رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية الواعدة في مديرية الأمن العام ونقل سمو ولي العهد خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية نقل تحيات جلالة القائد الأعلى لجميع مرتبات الأمن العام مؤكدا حرص جلالته على رفع مستوى الخدمات الأمنية وتطبيق أفضل الممارسات بفعلية وكفاءة وتبع سموه بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم وسمو الأمير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة تمرين أمنيا للمشاركين في الدورة من مختلف مرتبات الأمن العام وتهدف دورة القيادات الأمنية المستقبلية والتي أطلقت قبل عام برعاية سمو ولي العهد تهدف إلى تأهيل الضباط وضباط الصف في مديرية الأمن العام ضمن مسارات وظيفية تتضمن العمليات النوعي والمروري والقضائي الشرطي والجنائي الاستخباري والإصلاحي السلمي والإداري اللوجستي